الحديدة على موعد مع التحرير او هذا ما يقوله وعد الرئيس هادي وخطى الجيش الوطني الا ان هذه المدينة المنهكة بالفقر والميليشيا لا تكاد تنتظر ما يدور على مقربة منها في ميدي والمخى فسيارات الميليشيا التي تدور في شوارع المدينة تقوم بمداهمة المنازل واختطاف المدنيين العزل الذين لا علاقة لهم بما يدور في المعارك سوى معارك البحث عن القوت المنهوم عشرات المختطفين واوضاع انسانية بالغة السوء وقيادة الميليشيا التي اتخذت من الحديدة مخدعا لها غير مكترثة بخارطة البؤس المرسومة على وجوه الناس تحسبا للمعركة التي كما يبدو انها ستطرق ابواب عروس البحر الاحمر عما قريب في اطار عملية الرمح الذهبي عمدت ميليشيا الحوثي بحسب مصادر اعلامية في المحافظة الى زراعة الغام في مساحات واسعة في منطقة الصليف والسواحل المحيطة بميناء الحديدة بالكثيب الحديدة التي اصبحت المنفذ الوحيد للميليشيا يقول مراقبون ان سيطرة الشرعية عليها سيمثل عزل الميليشيا عن العالم وهو ما تخشاه خصوصا فيما يتعلق بقطع شريانها من الدعم الاغاثي التي تستثمره في تمويل جبهاتها ناهيك عن السلاح القادم من طهران الحديدة بعد ان اصبحت قبلة انظار المتابعين وحساباتهم العسكرية تزداد حضورا في المشهد العام مع اقتراب قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف العربي لاستكمال السيطرة على الساحل الغربي وفتح الباب واسعا باتجاه شرق المحافظة للتقدم صوب صنعاء فصل الختام في معركة التحرير